هذا نابض متصل بكتلة لاحظوا أنه مرسوم رأسيا إذا افترطتم عدم وجود جاذبية لن يختلف هذا النابض الرأسي عن النابض الأفقي في الدرس السابق ولهذا ترون المنحنى نفسه نقطة الصفر هذه تمثل الطولة الطبيعية للنابض في وضع الاتزان وذلك عندما لا تؤثر على النابض أي قوة ولكن إذا سحبتم الكتلة إلى النقطة A تعود الكتلة بسرعة متجهة منخفضة بفعل قوة الإرجاع التي تحاول إرجاع الكتلة إلى مكانها وتزيد سرعة الكتلة أكثر فأكثر وتصل سرعتها المتجهة إلى أقصى حد بعد ذلك تبدأ بالتباطئ وتقل سرعتها المتجهة أكثر فأكثر إلى أن تتوقف ثم تصعد إلى أعلى مرة أخرى عند تمثيل هذه الحركة بالرسم البياني كدالة زمنية تجدون أنها تبدأ الحركة ببطء ثم تتسارع وعند X تساوي صفر تصل أقصى سرعة متجهة فيكون معدل التغير في الإزاحة أعلى ما يمكن ولهذا فإن ميل المنحنى كبير ثم تبدأ السرعة المتجهة بالتناقص شيئاً فشيئاً حتى تعود إلى النقطة A مرة أخرى وتواصل الصعود والنزول يمكن التعبير عن هذا المنحنى لاحتزاز كتلة متصلة بنابض بدالة الإزاحة X للزمن T وتساوي السعة ورمزها A في كوساين الزاوية لأن هذا منحنى جيبي يبدأ من القيمة القصوى هذه COS للدلالة على جيب التمام كوساين الجذر التربعي لثابت المرونة K على الكتلة M في الزمن T يمكنكم استخدام هذه المعادلة لمعرفة إزاحة الكتلة في زمن معين أو التردد أو الزمن أو حتى السرعة المتجهة وذلك بإجراء بعض الحسابات التفاضلية ولكن كيف يمكن معرفة الزمن الدوري لهذا الجسم المهتز؟ تذكروا أن الكتلة المتصلة بنابض تهتز بحركة توافقية بسيطة ويمكن تمثيرها بمنحنى جيبي لأنها تتحرك بشكل دوري إلى الأعلى والأسفل أو إلى الأمام والخلف في دورات متتالية في الدرس السابق تعلمتم أن هذه الكتلة تعود ثانية إلى نقطة البداية بعد الحرف T كبير من الثواني ثم تتحرك ثانية لتعود إلى نقطة البداية بعد حرف T كبير من الثواني فما هي حرف T كبير؟ تذكروا أن حرف T كبير هي الزمن الدوري لهذه الدالة وهي الزمن الذي تحتاجه الدالة لإتمام دورة واحدة كاملة لحساب مقدار الزمن الدوري حرف T كبير أولاً انظروا إلى المنحنى بما أنه منحنى جيب التمام كوساين فما هي النقاط التي يساوي عندها كوساين واحد أو تساوي عندها هذه الدالة A؟ فعندما يساوي كوساين واحد دالة X لT تساوي A فمتى يساوي كوساين ثتا واحد؟ عندما تكون ثتا تساوي صفر لأن كوساين الصفر واحد وعند الزاوية اثنين باي يمكنكم إكمال ذلك بالرجوع إلى دائرة الوحدة وعند أربعة باي هذا يعني أن كوساين ثتا يساوي واحد عند أي زاوية قياسها صفر أو من مضاعفات اثنين باي لكن متى تكون الدالة X لT تساوي A؟ عندما يكون المقدار بين القوسين هنا يساوي صفر أو اثنين باي أو أربعة باي وهكذا تكمل الدالة أول دورة من الصفر إلى T كبير عند اثنين باي أي أن هذه الدالة تساوي A عند هذه النقاط أي عندما يكون هذا المقدار بين القوسين يساوي اثنين باي أو مضاعفاتها إذن عندما يكون الجذر التربعي لK على M ضرب T يساوي اثنين باي لمعرفة الزمن T اضرب الطرفين بالجذر التربعي لمقلوب K على M وبالتالي فإن T تساوي اثنين باي في الجذر التربعي لM على K إذن الزمن الدوري لهذه الدالة يساوي اثنين باي في الجذر التربعي لM على K لاحظوا يمكنكم استخدام هذه المعادلة لحساب الزمن الدوري لأي كتلة متصلة بنابض تهتز بحركة توافقية بسيطة لكن انتبهوا لا ينبغي أن تكون هناك جاذبية أو احتكاك بالهواء وإذا عرفتم الزمن الدوري يمكنكم حساب التردد أي عدد الدورات في الثانية لأن التردد هو مقلوب الزمن الدوري هذا التردد ورمزه F يساوي واحد على الزمن الدوري وبما أن الزمن الدوري يقاس بعدد الثوان في الدورة يقاس التردد بعدد الدورات في الثانية ويساوي واحد على الزمن الدوري أي واحد على اثنين باي في الجذر التربعي لK على M هذا هو التردد انتبهوا لا يوجد داع لحفظ جميع هذه المعادلات والحسابات هذا القانون الوحيد الذي يجب أن لا تنسوه أبدا يمكنكم استخدام هذه المعادلة للإجابة عن أي سؤال يتعلق بمقدار الإزاحة أو الزمن الدوري أو السرعة المتجهة أخيرا لاحظوا أن التردد والزمن الدوري لا يعتمدان على السعائه لذا لو سحبتم النابض قليلا فوصل طوله إلى هنا مثلا فإن الزمن الذي يحتاجه لإتمام دورة هو نفس الزمن الذي يحتاجه لإتمام دورة لو سحبتم النابض مسافة أطول ووصل إلى هنا فعند سحب النابض قليلا ستكون السعة A أقل دون أن يتغير سلوك الدالة فيبدأ المنحنى من هنا وينزل ثم يصعد أي أنه يستغرق الزمن نفسه لإتمام الدورة على الرغم من أن سعته أقل هذا يعني أن مقدار استطالة النابض أو انضغاطه لا يؤثر على الزمن اللازم لإتمام دورة واحدة فمثلا إذا كان النابض عند الزمن صفر مضغوطا وكانت السعة A تساوي سالب ثلاثة وثابت مرونة النابض K يساوي عشرة والكتلة M تساوي 2 كيلوغرام من هذه المعطيات يمكن كتابة دالة الإزاحة X للزمن T لهذا النابض X لT تساوي سالب ثلاثة كوساين للجذر التربعي لثابت المرونة عشرة على الكتلة 2 ويساوي كوساين الجذر التربعي لخمسة ولا تنسوا أن تضريبوه في الزمن T سأعيد سريعا أهم النقاط هذه المعادلة تصف الحركة التوافقية للأسام المهتزة في حال أردتم حساب الزمن الدوري أو التردد اسألوا أنفسكم متى تساوي هذه المعادلة واحد ثم حسبوا الزمن الدوري أو يمكنكم حفظوا هذه المعادلة لحساب الزمن الدوري وهذه المعادلة لحساب التردد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر